برحب بحضراتكم ويعني في ضيافتنا قيمة صحفية وتحليلية وفكرية كبيرة جدا هبدأ بالترحيب بضيف لأنه هو بالنسبة لي أهم ممكن من مواضيع اللي أنا أطراحها بشرفنا الكاتب الصحف الكبير والمحلل السياسي البارز أستاذ أسامة دليل رئيس قسم شؤون الدولية بمجلة الأهرام العربي برحب بحضراتكم منورنا وحشتنا يا أسامة طبعا يعني غيابك طويل علينا وكورونا حرمتنا من وجود حضراتك شكرك يا سامة هبدأ بالملف الساخن واللي بيشغل العالم كله ويمكن كنا لسه بنتناقش فيه ما يحدث على الحدود الأوكرانية من روسيا بتحشد قواتها وأمريكا بتحشد تصريحاتها طول الوقت حضرتك شايف احنا ممكن وحددت أمريكا كان آخر تصريح ان احنا سيكون في حرب يوم 16 هذا الشهر هل وارد أن تكون المخابرات الروسية بهذه السزاجة أن تخترق لدرجة أن يتم إعلان عن يوم هي حددته لدخول أوكرانيا حابة أعرف من حضرتك شايف المشهد إزاي هو فيه كتير من العبث في هذا الملف وأنا متأسف لما بقول العبث ليه بقى؟ لأنك في الحقيقة بتتجاهل حقائق على الأرض الحقيقة موجود على الأرض مش في الميديا الميديا ممكن تقول اللي أنت فهمه أو اللي أنت استنتكته لكن الحقيقة على الأرض بتقول إيه؟ أوكرانيا كبلد بيفترض أنه في حالة حرب أو أن هناك توتر أو أنها مستعدة لغزو بشكلنا أو بآخر يبقى مفروض أشوف إيه وماشوفش إيه مفروض في هذه الحالة أن أنا أشوف تعبئة عامة مفيش تعبئة عامة مفروض أن أنا ملاقي السلع والناس تخطف السلع من السوبر ماركت وتبتلت خزانها لأنه في حرب وفي اجتياح مفيش الكلام ده خالص هناك كان في مظاهرات في كيف ضد ما يحدث ضد روسيا يعني ضد ما يحدث ضد الحرب مرة ضد الحرب لكن هل هذا وضع دولة في حالة تهديد بالغزو؟ هذا هو السؤال اللي يعرف حد في أوكرانيا يجاوبني على هذه الأسئلة حصل حركة في أسعار السلع؟ طب هل اختفت السلع؟ هل أعلنت التعبئة العامة تم تجنيد ناس والأخير وابتلت الناس تعمل متاريس ليس صحيح؟ طيب دي البلد موضوع النزاع الشيء الثاني الحشود الروسية هي حشود فين؟ على أراضيها ولا على أراضي أوكرانيا؟ على أراضيها طالما أنها جوى أرضك في حاجة لما أخذها؟ ليس حاجة خالص برحتك خالص ولآخر سنتيمتر داخل أرضك أنت حر في ممارسة سيادتك على أراضيك ولكن وجود هذه القوات على الحدود أشعل الرعب في شرق أوروبا وفي حلف شمال الأطلنطي طيب ما الذي وصل بنا إلى هنا؟ استفززت سواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى تم تحركها باتجاه شرق أوروبا وهذه السواريخ لها هدف واحد اسمه روسيا وروسيا حذرت من دا مرة واثنين وثلاثة ثم أنه الوضع في أوكرانيا أصلا على كف عفريت يعني فأصبح الرسالة هي الردعة أنا بقى حبتدي أرفع درجة الاستعداد لأنه هذا الكلام ينبغي أن يتوقف فورا خصوصا وأنه بقى فيه كلام عن دخول أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلنطي روسيا بتقول دا مش مسموح به خلاص انتهينا لحد هنا الآلة الغربية عملا بتصعد بتصعد طيب كويس ما هي تقديرات الغرب في صدام من هذا الشكل؟ يعني تعالي نرسم سيناريو أسوأ أزمة خامت الحرب الآن حالا فورا لأن تتدخل وأقلت أننا مش هنتدخل بجيوشنا أو الداخلين خالصة تترك فقط هيكون فيه عقوبات على روسيا وهيكون فيه دعم روسيا هي روسيا أصلا عيشة من غير عقوبات؟ يعني هي تصعيد للعقوبات لكن مش هيشركوا في الحرب على الأرض وحتى الحصل هذه العقوبات يعني ما مدى تأثيرها على روسيا؟ هو دا السؤال السؤال الثاني بقى دا المهم ما الذي يقوله العسكريون؟ لأن دا المهم لما تتكلم عن حرب يتكلم العسكريين ما يتكلمش السياسيين ولا الميديا العسكريين بيقولوا إيه؟ في واشنطن كما في لندن كما في باريس كما في بيرلين هناك حالة اتفاق على المعلومات التالية واحد لو حدث الاجتياح 48 ساعة سيتم اجتياح كامل أوكرانيا وسينهار النظام السياسي فيها 48 ساعة اتنين عدد القتل في أول 48 ساعة خمسة وخمسين ألف ما بين مدني وعسكري ثلاثة خمسة مليون مشرب من الشرق ومن الغرب 48 ساعة هل يتحمل العالم مثل هذا؟ دا السؤال اللي بقولنا العسكريين قالوه طيب تملك إيه؟ لإيقاف دا لا شيء واحد لدى الروس اتنين وعشرين ألف وسبعمائة دبابة حشدينها على الحدود طيب ما الذي يملكه الأوكرانيون وداعميهم؟ ألفين ساروخ مضاد للدروع والدبابات النهاردة السفيرة بتاعتهم في الولايات المتحدة كانت بتشهد يعني شحن بعض الأسلحة لأوكرانيا من ولايات المتحدة ثاني ألفين أول عن إيه؟ أعيبوا ألفين وشوي ألفين ساروخ مضاد للدبابات في موجة كام؟ اتنين وعشرين ألف وسبعمائة دبابة لتنين وعشرين ألف دول مزودين بنظام دفاع ضد السواريخ اسمه أرينا يعني السواريخ دي لمواغزة حتبقى يعني منها للطراوة طيب الطيران أخبروا إيه؟ الطيران فين الباك أب بتاع الطيران اللي حيطلع علشان يقاتل الطيران الروسي فوق سماء أوكرانيا؟ ولا شيء طيب ما الذي قدموه حتى هذه اللحظة لأوكرانيا؟ هناك مستشارين عسكريين وهناك من تغلغل من العسكريين الأجانب جوه أوكرانيا؟ وحجد قوات أمريكية بالجوار كل ده في الجوار لكن ده حيدخل ما حيدخلش بحد شعب ولن يدخل طيب فوق كل ده الكلام أوكرانيا مسلحة أصلا العقيدة التسليحية بتاعت أوكرانيا روسي والروس سلحوا الأوكرانيين تسليحا مدروسا يبقى إذن حتى المنظومات الدفاعية اللي موجودة في أوكرانيا مش هتعرف تاخده تدي امسك الشعب الأوكراني ذات نفسه منهم كثير ينتمي أصلاً الروسيا وفيهم ناس من أصول مجرية نمساوية ودول العالم اللي عايزين الاتجاه غرباً ولكن الوضع السياسي والاجتماعي في أوكرانيا شكله عام دي زي طبعاً إحنا مش عايزين نشغل الشعرع المصري بالحكاية دي إلا في حتة واحدة يعني إيه اللي مخلي واحد زي حالاتي يهتم ماذا يعنينا آه إيه اللي يهمنا الشرق بتاع أوكرانيا ده اللي فيه الأمح مرة تانية الأمح يأتينا القمح من روسيا ومن شرق أوكرانيا وإحنا نمرت واحد في العالم في الصيراد الأمح لو حصل مشكلة في إمدادات الأمح أو فرضت عقوبات على مبيعات الأمح الروسي والأوكراني هو سبب ليه مشكلة في الداخل شكراً شكرين ده اللي يخصيني بقى في الحكاية دي طيب أنا هعرف أنوعة طبعاً مصر بتنوع مصادر الأمح بتاعها ولكن سوء الأمح في العالم هيجراله إيه؟ هتأفز يرتفع طبعاً أسعار الأمح طيب الحل أنا أنا أزيد الإنتاج عندنا بعد ما تعملت أراضي توشكة أعتقد هيكون في زيادة كبيرة مشكلة أقول ليه؟ وعندنا صوى ما عملنا سنين إحنا بنشتغل للحظة مثل هذه علشان ما تبقاش إرادتنا مرهونة بأي حد كأنا من كان حتى لو كان الأمح من فرنسا حتى لو كان الأمح من أمريكا عشان إرادتك ما تبقاش مرهونة بحد ولكن ما سيحدث في سوء الأمح في العالم حيب أرهيب واحد اتنين سعر برميل النفط حالاً قبل أنا ما أدخل بسعتين خمسة وتسعين دولار في العالم ده بس على الدوشة الإعلامية طيب خمسة وتسعين دولار أنا كل شوية والتانية بزبط سعر البنزين والسولار في مصر وفقاً للسعر العالمي القفزة دي حيكون لها تمن بس لو قفز كمان عن كده أنا كمواطن حيش إزاي ما هناك كمان بستورد نفط ومشتقات نفطية طيب أنا بصدر غاز وأوروبا حتموت على غاز لأنه روح أوروبا فئدين روسيا بالغاز الروسي حتى لو خد مني وخد بالغالي اللي أنا حستفيده من مبيعات الغاز من حدفعه تمن لفرق الأمح يبقى إذا المشكلة بهذا الشكل بتحصل بعد البحر الاسود من شأنها أنها تؤثر عليه؟ نعم من شأنها أنها تؤثر عليه طيب الأمن والسلم الدولي هنا على المحك إذا كان هناك إجمع بين العسكريين في العالم إلى أن الاجتياح إن وقعا ما يكون خلال 48 ساعة ما فيش حاجة تعرف توقفه خالص طيب دخم في التصريحات الأمريكية والحجد النفسي تجد روسيا كثير من الغطرسة في الخطاب الأعلامي وأعتقد أن ده استفزازي وأكتر من مرة موسكو تتكلم في مسألة الاستفزاز طيب صعيزوا الاستفزاز دايما كلمة الاستفزاز هتلاقيها موجودة في تصريحات الروس بلاش الاستفزاز يعني ولكن الناس دول حاجدين في الحدود بتاعتهم أيضا في بيلاروسيا فوق في الشمال في مناورات مشتركة وشغالة في أربعين قطعة بحرية روسية تحت في البحر الاسود بتعمل مناورات ومن ساعات أيضا قامت البحرية الروسية باعتراض غواصة أمريكية عند جزر الكوريل وطردتها دخلنا في توطر وبعدين زي ما فيه أوكرانيا بالنسبة لروسيا فيه تايوان بالنسبة لصين فيه دايما بتتخلق مناطق للاستفزاز من المستفيد؟ بلاش المستفيد؟ من المضار؟ مين يعرف يصرف على حرب بهذا الشكل؟ المواطن الأوروبي؟ طب مين في أوروبا على استعداد أن يلقى حتفه؟ أن يقتلى على أرض أوكرانيا؟ الألماني ولا الطالياني ولا الأسباني ولا البرتغالي؟ مين؟ مين على استعداد أن يفدي بحياته؟ أوكرانيا؟ مين؟ مين اللي قال أني فيه حاجة اسمها أوروبا؟ فيه دول في أوروبا وهذه الدول لها مصالح ولذلك هنلاقى النشط ألمانيا، فرنسا، بريطانيا بريطانيا اللي هي جزيرة برة قارة أوروبا بعتها جنود، بعتها طيارات، برحيطها خاصة فرنسا بتلحق النار وفرنسا منافس خطير لأمريكا بالمناسبة والآن تريد أن تتحول إلى قوة بحرية عظمى على قال لي تبقى نمرة اتنين ده خسرت اتنين من المصومات السلاحة أو السلاحة صفقة آه صفقة الغواصات بتاعت أستراليا والتانية طائرات اللي من اللي فاتوا وهناك نفس اللي حصل في الغواصات حصل في صفقة طائرات الأيام اللي فاتت ومش كده وبس ده في اليونان كمان فيه صراع بهذا الشكل إذن حالة التنافس الغربي موجودة طب ألمانيا ألمانيا بقى اللي هي رقابتها في الغز هتصرف إزاي قطر لمواخلة مين نيجيريا كازاخستان ده كان فيه زيارة لأمير قطر للولايات المتحدة الأول مرة ده ماشي ومنحة يعني الحكاية دي بتطلع من بروكسل ما بتطلعش من واشنطن منحة صفة عضو في حلف الشمال الأطلنطي الكلام ده بره البرلمان الأوروبي بره حلف الشمال الأطلنطي ولكن منحة يعني طب ماشي مقابل إيه القطريين قالوا وقالوا بشرف إحنا ما نقدرش لأنه عقود الغاز في العالم كله هي عقود طويلة الأجل مش عقود طريقة قطع وود المين لا صعب ثم أن الغاز المسال الـ NG ده على مراكب والمراكب دي تاخد وقتها وبتلف طيب هو الغاز الروسي بيخش أوروبا إزاي عبر خطوط بشكل مباشر طيب أنت في الشتاء اللي الناس فيه بش ممكن يحصل المشكلة دلوقت يتعطل ده مين يدفع تمن الحرب دي؟ الشعوب عمتا بزر إذا كانت الشعوب بقى في اللحظة لنا وانت قاعدين فيها بقى تعالي نمسكها بقى كده هناك تطرف وهناك مظاهرات في كل حتة ضد الحكومات علشان الإغلاق وعشان الكمامة وعشان إلزامية التطعيم وعشان وعشان وهناك صعود لليمين المتطرف حتى في فرنسا وألمانيا ماهيش نقصة حبات بعد شهر تقريب بالضبط والهيئة صدق كلها وعايز حرب كمان طيب وهناك تباطئ في الاقتصاد العالمي وهناك ركود طيب ما يمكن بوتين بيراهن على كل هذه الحسابات ماهو لو لو صدق لو صدق ما تقولينه إيه اللي مأخره من شهر إيه اللي مأخره من سنة لقد إحنا بقى نربع شهور أو حاجة إيه اللي يأخره ما يبلح أو يخلص مافيش شيء يأخره إنما الحكاية ببساطة أنك تماديت في نشر سواريخ تهدد الأمن القومي الروسي وتماديت في ضم أطراف عمال بتقرط فيها من حدود روسيا والمنطقة العازلة الوحيدة اللي بينك وبين روسيا هي أوكرانيا تريد أن تكون متواجداً فيها لحد ديه اعتبرت الأمن القومي بقى لا ما عليش هو أفضل حد لي ناس مثال بسيط مع اختلاف المثال طبعاً المثال مش هو خالص عشان الناس من تفهمنيش غلط هي مصر لما استشعرت إن مصالحها في ليبيا في خطر كانت أول من يدع الخط الأحمر عملنا خط أحمد على أراضي دولة مش بتاعتنا ورفعنا درجة الاستعداد على أراضينا مش كده؟ صحيح اتحلت الحكاية مش كده؟ طيب هو حد يجرؤ يقول لي بلاش يستليهم ويرجع شوية إسكندرية نا طبعاً نفس الوضع بين الناس بالروسيا ما حدش يجرؤ يقول لهم عشرة سنطل ورا نمرت اتنين انت بترتكب أعمال من شأنها الإضرار بمصالح الأمن القومي الاستراتيجي الروسي ادفع مش تقول إن روسيا التي ينبغي أن تتنازل اللي أنا شايفه غطرسة وتغول وهناك نوع من الله منطق أنت تريد من روسيا أن تنصع لمجرد أنها لازم تنصع طب ما الذي قدمته في المقابل فين أخد وأعطي المكالمة اللي كانت قبل ما نطلع على الهوى دي اللي هما أشاروا ليها وقال إننا نطلب روسيا بعدم التصعيد ده فقط تصريح اللي طرع إيه هدف من فكرة المكالمة وكان يصبقها أيضاً مدخلة ما بين رؤساء الخارجيات للبلدين ووزير الدفاع كلام نرجوكم مش نرجوكم وفيش نرجوكم خالص بس نطلب منكم عدم التصعيد والترابع اللغة طول الوقت بهذا إيه الهدف من فكرة المكالمة أصلاً وهي مصدرة لمن يا أستاذ أستاذ شوف يا فندم ده الإعلام الحكاية كلها الإعلام أن يبدو الغرب وكأنه موحد ومش موحد بالمناسبة بالمناسبة شوفني فيه انقسام المجموعة الأوروبية لا فيه نقاشات فيما يتعلق بماذا لو حدث ها حيبقى موقف الناس إيه ومين على السعداد أن يقاتل ومين اللي مش على السعداد يقاتل اتنين أن يبدو الغرب كله عازم على مواجهة روسيا وهو يعلم علم اليقين أن روسيا التي يعرفونها قد تغيرت روسيا أول ما بتدت الأزمة احنا دخلهم من يجي شهر أول يا زيد الراجل بوتن مقايل 95% من قواعد إطلاق الصواريخ النووية تم تفعيلها ده ما بيهرقش الراجل تنطور أسلحة ومطور صواريخ تسع أضعاف سرعة الصوت عنده أسلحة السخوي الجديدة الميج الجديدة كل دي مشاكل ضخمة جدا طيب أنت في المقابل بتستفز القدرة دي ليه اتنين بقى إذا كان العالم بسبب الوباء والوباء شغال على فكرة ده أوكرانيا النهاردة النهاردة 29 ألف حالة في يوم واحد إذا كان العالم بسبب الوباء حصل فيه مشكلات اقتصادية وكوارث فيما يتعلق بالاختصاد أي اقتصاد قادر على الصنود في وجه حرب بالضخامة دي خلال الشتاء اللي احنا فيه ومن يدفع تمن ذلك مين حيدفع تمنه مين المستفيد ومش كده بس هل ستصبح أوروبا أكثر أمنا إذا ما تم استفزاز روسيا لابتلاع أوكرانيا اللي من 350 سنة كانت روسيا العالم كله لازم يعرف إنه أوكرانيا ما كانتش أوكرانيا كيف يغلق هذا الملف فسيغلق على زي ما حضرتك قلت ستتفز روسيا وتبتنع أوكرانيا ما هالحكاية هنا هالحكاية هنا في الاستفزاز أنا عايزة أفرق بين مبدأين المرة ألف يقولها هل كنت تنقبل الاستفزاز بعد كل هذه الخبرات المرة الألف يقولها لازم أفرق بين مفهوم الاستعداد للحرب ونية الحرب النية في أي سنة أما الاستعادات كل دول العالم مستعدة للحرب دولة مين اللي مش مستعدة للحرب؟ مطلع مستعدة للحرب كل جيش في العالم مستعدة للحرب ولكن نية الحرب هي دي المسألة الأمريكان شايفين أن نية الحرب قائمة والروس بيقولوا علناً وفي الإعلام لا توجد لدينا نية لغزو أوكراني خلاص ولكن أنا ليه طول الوقت حاسس أن الكارثة مقبلة وأنه الخرب قائمة احتمالي المسألة في النواية والنواية دي بقى لما حدش يقدر عليها طيب ماذا لو حدث أسوأ سيناريو؟ قلت هتحصل تعقيدات على مستوى الاقتصاب في العالم على مستوى إمدادات الأمح ما تنسيش بقى كمان أن شرق أوكرانيا موجود فيه بتاع 24 مفاعل نووي ومش كده بس ده موجود هناك الحديد ومصانع الحديد التي تغزي الصناعة العسكرية الروسية شرق أوكرانيا لا ده حكاية تانية خالص شرق أوكرانيا ده ناس تتكلم روسي عادي خالص وكتير من الأوكرانيين بيتكلموا روسي وحاولوا فرض اللغة الأوكرانية بالعافية فيدوبك حلت ثالثا بعد الروسية والإنجليزية المجتمع ده فيه كلام كتير يتقال عنه وبالذات النظام السياسي بتاعه وعلى فكرة أوروبا كلها لا تعتبر أوكرانيا دولة ديمقراطية لا تعتبرها دولة ديمقراطية التاريخ اللي حدده جو بايدن وهو بيقول يوم ستتاشر يعني وإعلانها النهاردة كان؟ هل يجوش؟ حلو ستتاشر وعيد يعني بعد كم يوم يعني آه آه خلاص يعني سحب سحب كل الامريكايين ومش كده وبس الروس والعرب والروس كمان سحبوا وده كان الغريب لكن كده بيلغبطوهم أكتر يعني ولا إيه بالضبط بحاولة لغبطتهم؟ أجواء تبدو وكأن الصراع قد اشتعل طب كي هنا روسيا بتضغط عشان لها طلبات هل ستنفذ هذه الطلبات؟ للمرة الألف أنا قلت بصوا على الواقع في أوكرانيا مفيش حاجة سعرها غلي يبقى إذن المجتمع ده مش متوقع يعني طيب الشيء اللي بعد كده اللي هو السؤال لحضرتك بتقوليه بتاع أنت بتعمل ده ليه؟ أنت حطت صباعك تحت درس فلان وفلان حطت صباعه تحت درسك مين فيكو؟ يعني حيتوجع الأول هو ده الموضوع فالوصول إلى حافة الهاوية أو الوصول إلى الحافة بعدها إيه؟ بعدها طرف لازم يقدم تنزلات الطرف اللي مفروض أن يقدم تنزلات في الحالة دي هي المجموعة الأوروبية وأمريكا لأن اللي قاعد في الأرض هنا هي روسيا أما أنت فوافد على أرضه في النهاية بالضبط نمرت اتنين الناس قاعدة في نطاق النفوذ بيسموه سفير أوف أنفلونس بتاعه طيب أنت مصمم أن تخترق نطاق النفوذ الروسي ادفع تمن ده لأنك مش هتعدي ده بلاش لأنه لو مرره لك ما هيدي بقى الموت الروسي لو تم تمريره هتبقى قوات حرف شمال الأطلنطي على الحدود السلك بتاع روسيا فيه كمان آية تاني موجود لدى المحللين والمراقبين الغربيين وده أنا بلاقي كتير لما بعد أقرأ التحليلات وأنا ليلة نهاري ما رايش حاجة أن هناك عقدة نفسية من الاتحاد السوفيتي السابق كثيرون ينظرون إلى الاتحاد الروسي وكأنه الاتحاد السوفيتي ساعة تطاق في دماغهم يبصوا على بوتين على أنه يستعلن المسا الحقيقة مش كده بوتين مش امبراطور وما عندوش النزعة الامبراطورية لكن بوتين براجماتي هارجي على النقطة دي لكن هو معروف عنه مروغته وأنه كراجل مخابرات والبقية ما عندوش المروغة لكن عندي خبر عاجل متطرق تحكرم حضرتك علشان نقوله لو سمحت لي أنا عارفة حضرتكم منتظرين التفاصيل عن الجنازة وصاحب النيافة الأنبلوكاسر وبنانياح نفسه خلينا نقول لحضرتكم التفاصيل أكتر نودع على رجاء القيامة صاحب النيافة مسلس الرحمات الأنبلوكاس الذي انتقل الليلة إلى فردوس النعيم الصلاة على الجثمان غدا الأحد الواحدة زهرا بالكاتدرائية المرقصية بالأنبارويس بحضور صاحب القداسة البابا المعظم الأنبى توضرس التاني ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة ماري مرقص بأسيوت الجديدة لتصبحة نصف الليل والقداس السابعة صباحا وصلاة الجناز الثانية عشر زهرا ثم الدفن بدير مارمينة بجبل أبنوب الرب ينيح النفس المنتقلة ويعزي سيدنا البابا ونيافتكم وكل الشعب أمين تعزية لكل شعب أبنوب لكل شعب برشيد سيدنا وميسات هتنقل لحضراتكم الجنازة لحظة بلحظة خلينا أقول لحضراتكم تاني الجنازة هتكون غدا ساعة 12 بالكاتدرائية المرقصية بالأم برويس وهيحضر الصلاة صاحب النيافة صاحب النيافة قدستي بابا المعظم الآن بتوادروس التاني ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة مارمور أسباسيوت الجديدة لتسباحة نصف الليل والقداس هيكون الساعة السابعة صباحا وصلاة الجناز الثانية عشر زهرا ثم الدفنة بدير مارمينة بجبل أبنوب الرب ينيح نفس سيدنا ويعزي كل أبناء ومحبيه وكل إبراشيته هرجع واستقنف حوارنا وبرحب بحضرتك يا فندم خلص عزائي طبعا لشعبه خصرنا أسقف كبير وأب في الكنيسة عظيم له أبناء ومردي لكن كانوا يعاني من فترة طويلة في المستشفى ربنا ينيح نفسه أمين هرجع مع حضرتك فكرة بوتين ومروغته أنه يعملوا على أنه الاتحاد السوفيتي وفكرة تخلص حسابات قديمة هو أيضا يعني لا يستسلم لا صعب عنيد لا يستسلم وده مثير دائما للقلائق حوله ولكن في النهاية هو اللي بيكسب شوف يا فندم الغرب بيمارس الكثير من الغطرص في مفهوم غطرصة القوة ده نشأ بعد حادث 11 سبتمبر ولما طلع قال لي اللي مش معانا يبقى علينا وعلى آخره وشهد الغرب وشهدت أمريكا الكثير من ممارسات القوة خارج القانون الدولي دخول الانتخابات بالطريقة لدخل بيها ظهوره بشكل قوي هو أي درجل قوي؟ في كل الأحوال غطرصة القوة لم تعد تجدي خصوصا وأن الحقائق على الأرض اختلفت القدرة الصينية اختلفت القدرة الروسية اختلفت أمريكا ليست وحدها في هذا العالم آخر تحليل سياسي أنا قراته بيقول جملة غريبة جداً استوقفني المنافس الحقيقي لأمريكا ليس الصين وروسيا وإنما حلفاء أمريكا فرنسا بريطانيا ألمانيا دول اللي جايين بالنسبة لأمريكا دول اللي حيحصلوا على مكاسب على حساب تراجع على الدور الأمريكي وأحسب أن هذا التحليل تحليل دقيق لأنه صدر من معهد علمي عالي في أمريكا ذاتها طيب أنت أمام مشهد الإعلام مضخم في القدرة الغربية طيب والقدرة الشرية أخبرها إيه؟ يعني دول لما أخذ ناس غلابة يعني يقول إيه دول بالظبط طيب أنت منتظر مصيبة كبيرة في العالم علشان تعرف أن هناك قوة مكافئة وتجاوزتك في التكنولوجيا وفي القدرة العسكرية طيب ما الذي سيكون عليه مستقبل الوضع في أوروبا إذا ما انكسرت الآلة الغربية أمام إسرار بوتين ليه تحط نفسك في حاجة بالشكل ده ثم ليه تحط الأمن والسلم الدولي في الحالة دي ثم نحن هنا هنا في الشرق الأوسط في حوض المتوسط أنا في العالم العربي أنا في مصر لماذا أدفع تمن اضطراب في العالم؟ هذا الاضطراب زي ما قلت لحضرتك ما حصلش حاجة هو برميل النفط وصل لكام؟ 95 دولار فيش أي قواعد دولية ماشي تعمل ضغط لهذه العملية أستاذنا ماشي هتحارب حارب يعني أمريكا وضعها الاقتصادي سيء جدا فيه تراجع لشعبية جو بايتن فيه خلل عنده داخليا بشكل كبير جدا هو يعالج هذا الخلل بمحاولاته صوت والدولية اللي هو فيها دلوقتي على روسيا وأوروبا أيضا معدلات التدخم فيها شكله عامل إزاي المواطن للأوروبا عشان يأكل خضر ولحم النهار ده بيعمل إيه؟ علشان تدخلوا حرب هتعرف تضمن له زي الحرب العالمية التانية كده بطين كل يوم على البطاقة شوف يا فندي بعد الحرب العالمية التانية منتو جومري الراجل الفيلد مارشال العظيم ده قال جملة لحد النهار ده موجودة في وداني القاعدة رقم واحد في الصفحة رقم واحد من كتاب الحرب لا تحشد قواتك باتجاه موسكو لقد حاول من قبل نابوليون وهتلر وفشل مونتو جومري ده قاعدة انت رحيناك ليه؟ التاريخ العسكري كله مش عاجبك طيب الطبيعة والجغرافيا منتش شايفها؟ طيب التغير المناخي منتش شايفه؟ طيب الوضع الاقتصادي العالمي منتش شايفه؟ قوتها العسكرية اللي حضرتك بالزبط تنامي القدرات العسكرية منتش شايفها؟ طيب وبعدين وآخر كما قلت أسعار النفط عندما ترتفع بتؤثر علي هنا في مصر أسعار الأمح ستؤثر علي هنا في مصر أسعار الدورة أسعار المنتجات الزراعية في العالم كلها فيها خلل وأنا مجتمع ما نش واصل قوي قوي في الاكتفاء الذاتي من كل شيء لكن عندي طبعا وفرة في حاجات مقابل حاجات ولكن الحاجات اللي أنا بستوردها حتتعقد معايا مصر غرقانة في التنمية احنا بلد مهوسين ما عندناش غير التنمية بتاع بلدنا وبس ما فيش أكتر من كده تيجي في وسط معركة التنمية اللي أنت بتاخدها عمال بتعمل بنية تحتية وتغير شكل الحياة والرقمانة واللي وتواجه تغير المناخي أيضا وتواجه الوباء وتجي لي مصيبة بهذا الشكل من البحر الاسود ما كل ده هيفارمين لي في معركتي سيؤثر على عملية التنمية الداخلية بالزبط ومن ثم لما بنبص على الشؤون الدولية ببص بعنين مصالح مصر بلدنا هم ذات نفسهم ما يعنونيش أنا لا يعنيني الغرب المتغطرس المواطن اللي حيدبح في أوروبا ما يندبح المواطن في روسيا لما أنا مالي أنا يعنيني حاجة واحدة مصالحي وينبغي أن يكون دافد مغي الكل مصالح مصر في أي اعتبار في العالم بالكلام عن مصالح مصر بزيارة اليوم من وزيرة خارجية ألمانيا وبعد رحلة في المنطقة كانت مع إسرائيل وأيضا من دارة فلسطين وتتجول في المنطقة وده أول زيارة لها المصر حضرتك شيء بعد ميركل العلاقات المصرية وكمان عايز عرف في العلاقات الألمانية إيه اللي وصلها لدلوقتي أنا حاسة فيه تغير في اللحجة شوف يا فندم قصة ميركل وما بعد ميركل هي قصة اعتلاف والاعتلاف الحاكم في ألمانيا المرة دي حظه عاثر لأنه تولوا الحكم في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد وفي مرحلة خطيرة فيما يتعلق بمستقبل أوروبا والتعقيدات اللي احنا شايفانها بيفترض وسط هزي التعقيدات إنه يبقى فيه سياسة خارجية نشطة من أجل مصالح ألمانيا كل حد في العالم شايف مصالحه ما حدش جاي لهين عشان مصلحتي أكيد اللي جات من ألمانيا لحد هنا جات دور على مصالح بلدها عندي وأنا كذلك أنت بالنسبة لي إيه؟ شريك في التنمية تاني أنا غرآن في التنمية فأنت شريكي في التنمية لما عملنا مخطات كهرباء شريكي في التنمية طبعا شريكي في التنمية في خطعات كتير في النقل إحنا بنعمل اللي هو الخط فائق السرعة ده مع الألمان في استثمارات كبيرة بيننا وبين بعض في التنمية هذه اسمها شراكة وأنا أولوياتي واضحة هي التنمية أولويتك إيه بقى؟ إيه اللي جايبك؟ هي تحدثت أيضا في ملف حقوق الإنسان ممتاز واللي رد عليها وزير خارجيتنا وقال لها كده نصا تدارسنا حقوق الإنسان في البلدين يعني محدش محدش يجي يعلم علي لا الإصابة أكبر مكتبا شريك هم متصورين أنه يمكن تسليح حقوق الإنسان بمعنى تسليح استخدامها كسلاح للضغط السياسي وللضغط على الدول وهم يرون في حقوق الإنسان حاجة واحدة بس الحقوق السياسية مصر مش شايفة كده خالص زي ما قلت مصر غير آنى لشوشيتها في التنمية يبقى إذن حق الإنسان يبتدي عندي من واحد أن يكون على قيد الحياة علشان الإنسان المصري يبقى على قيد الحياة في حق خطير كده في حول الإنسان أقر سنة تمانية واربعين وأعيد الإقرار عليه في الفين وعشرة اسمه حق الإنسان في الماء يبقى أنا كده الماء يرجع لأثيوبيا وما يحدث وعدم تدخل الدولة وسيبين القضية تمانية واربعين اعتبر حقا أساسيا بيزيك في الفين وعشرة اعتبر حقا أصيلا فاندرمنتل الحق في الماء طب هنا فين دور مجتمع الدول اللي ضغط حياة دولوقت في حقوق الإنسان نحن هون بنتكلم قلب ذي حقوق الإنسان الحق في الحياة الحق في الماء ثم تأتي بعد ذلك بقى حقه في أنه يعيش ثم بعد ذلك بقى حقوق السياسية نتحر فيها لكن الحقوق الأساسية ومصر عندها استراتيجية بنشتغل وعندنا تنمية بنشتغل ما فيش زرار تدوسه تتحقق حقوق الإنسان ثم أن حقوق الإنسان اللي في الغرب ما تعملتش بزرار ما تولدوش لقوا نفسهم كده لا شفناك كمان الفترة الأخيرة وضحنا ده كان ابن حقوق الدول أهم من حقوق الإنسان طبعا طبعا لما يجوا سوئين الشاحنات في كندا يتظاهروا قعبة يتقبض عليهم هو ده مش اعتقال آه اعتقال يا أستاذ ده إيه ده أمن خومي ده وحدة وسلمة المجتمع طب وحقف التعبير ده أنا ضد الفاكسي نيشن وضد التطعيم وضد أنك توقف في الحالم لمواغذة ما نعرفش الكلام ده وفي كل ما كان في أوروبا ما بنعرفش الكلام ده لكنهم عايزين يعرفوا عندنا احنا وأسمي بعينها كمان بشرط يعني مش كل الناس ده ناس غير ناس يعني طبعا ما المأخذ على طيارة اليوم ماشي فهي جت عندها أجندة للسياسة الخارجية الألمانية بيفترض أن هذه الأجندة هي أجندة مصالح ألمانيا قلب بمصالح ألمانيا في اللحظة الحاضرة هي الطاقة بوضوح ومصر هب مصر مركز للطاقة مصر شغالة في الهيدروجين الأخضر الألمان شغالين فيه كمان مصر شغالة في الغاز مصر ممر ملاحي مهم الطاقات المتجددة اللي بقت عندي بشكل قوي ومصر كمان بقت مصدق أنا عندي فرص استثمرية للألمان تعال يا سيدي استثمر عندي في قناة سويس منطقة صناعية عندي حاجات كتير أنت لما تيجي تبحث عن فرصة استثمرية أنت بتدور على مصلحة البلدك لما تيجي تدور على الطاقة أنت بتدورها تيجي تتكلم بها في حول إنسان وتشرط علشان ده في جملة كده قالها وزير خارجية المصر ما تعدش علي علاقتنا بالدول مش مشروطة ما تتشرطش يا شراكة يا لأ وشراكة مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة شرط لحد إمتى في الدايرة دي وبعدين لما أنت تقولي أنني سأشرط مبيعات معينة سلح بالتحديد بملفي بعينه هو ما حدش بيبيع سلح غيرك لأ طبعا الناس دي عايشة وهمة هي تاني كده هي مش درساني لأن أنا بقيت متعدد المصادر بالضبط والعقيدة التستحية بتاعت القوات المصلحة المصرية بتتجاوز كل حرطيا كل تقنيات وتكنولوجيات العالم إحنا مش حكر على حد ثم أنا باخد احتياجاتي ما باخدش اللي أنت بتعرضه باخد ما أحتاجه طيب ما أحتاجه مش موجود غير عندك لا بالعكس موجود عند العالم كله ولازم أخد منك أفضل شروط أفضل دفع أفضل شيء طيب حضرتك حتشروط ده بملف معين ما يلزمنيش خصوصا بقى إني بتسلح ما بقناش قبلين إني بتسلح مش بس لحمية الأمن القوم المصري ده أنا كمان بحميلك أمن قرابة وبشكل مباشر لأنه لولا القدرة البحرية المصرية نتكلم بوضوح لكانت أوروبا غرقت مهاجرين براحاتها وإحنا إحنا إزاي فول محنش يعرف يكلمها ما التركية كل شيء أو تانية بتهديره إحنا إحنا لأ إحنا مش كده خالص إحنا بني أحترم أنهم أضيوف القانون الدولي أنا بنقول عليه أنهم أضيوف بالظبط ومش كسر أمرنا ما قلنا لاجئيين ما عندناش خيم زي ما قال الضفل ما عندناش خيم من الأساس وبأي حد أي حد يلجأ إلى مصر يجد هنا الأمن هل هذه السياسة خلينا أسأل سؤال مباشر ونقفل بي تقدر دوليا هل السياسة النظيفة لها مكان أستاذ أسامة في الحقيقة لا نحن نعمل بسياسة نظيفة تاني في الحقيقة لا ليه لأنه اتقالت قبل كده على لسان رئيس الجمهورية قال نعمل بشرف في زمن عز فيه الشرف قالها بالنص ومن ثم التزامك بالأخلاق والتزامك بالقانون الدولي هو التزام نابع من أصلتك من أنك أصيل مش لأن الآخرين حيكفؤوك عليه بس القادم نتوقع ده عايب آخر توقع في حلقك شوفي 22 أصلا سنة أنا متوقعها مش لطيفة ومتوقع فال كثير من المتعب الاقتصادية ضيفي عليها تغير المناخي دي كارثة الكوارث ومصر بتقوم بجهد خطير من أول يوم في السنة سهر ده الأول مرة افتتاح سوق حصلتش في العالم كله بالطاقة للشمسية ده شيء عظيم السوق جملة يعني ومصر اشتغلت جامد أو في الهايدروجين الأخضر وبشكل ضخم احنا نمرت واحد عربيا في هذه الجهود مصر من أول يوم في السنة الجديدة وإحنا شغالين على التغير المناخي وإحنا حنصدق في شهر 11 المؤتمر الدولي وحنقود جهود العالم في التغير المناخي التغير المناخي عامل ضغط رهيب على المجتمعات في العالم الوباء معانا 22 و23 وسلاسل الإمداد ومصايب الاقتصاد اللي جات من تدعيات كورونا مستمرة معانا في 23 سنة 22 سنة مليانة تحديات وإذا كانت الناس استشعرت واحترقت أصابعها من الغلاء فهذا ليس شأن مصريا حبل عالميا العالم بما فيها المجتمعات اللي مليانة رفاهية اللي الحاجات فيها بلاش يعني كل حاجة ارتفعي بما لا يقل عن التلت في العالم بأسرق وأصبح فيه أزمة غزاء يعني نستعد للأسعب؟ عشان كده أنا شايف أنه دور الإعلام محترمي هو التوعية طيلة الوقت من المخاطر وإذا كان في حلول ندور على العلماء والخبراء إزاي أعرف أدير مواردي في ظل هذه الأزمات إزاي لما يحصل عندي أزمة معينة في المجتمع أدير هذه الأزمة وبطريقة أخرج منها بأفضل سنعتبر هذا استرشاد للفترة القادمة إن شاء الله ده شغلنا مفروض بشكر حضرتك شرفتنا ونورتنا وأكيد كانت فقرة غنية وسرية أشكرك أشكرك جدا أستاذ أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية بمجلة الأهرام العربي خليني أنوى لحضراتكم مرة أخرى أن غدا نودع على رجاء القيامة صاحب النيافة مسلس الرحمات الأنبل وكياسة لازي انتقل الليلة إلى فردوس النعيم الصلاة على الجثمان هتكون غدا الأحد زهرا بالكاتدرائية المرقوسة الساعة الوحيدة زهرا بالكاتدرائية المرقوسية بحضور صاحب القداسة البابا المعظم الأنبة ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة مري مرقوس بأسيوت الجديدة لتسبحة نصف الليل والقداس الساعة السابعة صباحا وصلاة الجناز السنية عشرا ثم الدفن بدير مري مينا بجبل أب نوب ربنا نايا روحه يعزي كل أبنائه يعزي أبرشياته يعني خلينا أقول لحضرتكم هتكون الجنازة لحظة بلحظة أكيد على قناة ميسات بشكركم تصبحوا على خير وعزاء لكل محب سيدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر